اشتركوا في القناة إلى استكمال ما صارت تحوير الوزني وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف عن تجاوزات لعناصر أمنية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في العالم اليوم انتلاقوا المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الرئاسي الليبي في جونيف إلى التفاصيل أعلنت وزارة الصحة في بلاغا لها أمس تجاوز وفيات فيروس كورونا في تونس عتبت سبع آلاف وفات إثر تجيل ثمانين وستين وفاتا جديدة خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى سبعة آلاف وثمانين واربعين وفات وجاء في البلاغ أيضا أنه تم تسجيل ألف ومائتين وسبعين إصابة جديدة بالفيروس قرر رئيس الجمهورية قائد سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكل من الشهيد الملازم أول السامي والناسي الشهيد الوكيل أول السيد العماري الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي الشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي الشهيد الوكيل مراد لفدوي وقد شيع التونس أمس الخمسة العسكرين الذين استشهدوا في سبيل الوطن إلى مثوهم الأخير تلقى رئيس الجمهورية قائد سعيد أمس التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات وتقريرا عن غلق ميزانية الدولة لسنة ثمانية عشرة وألفين وذلك لدى استقباله بقصر قرتاج الرئيس الأول للمحكمة نجيب لكتاري رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء عبر عن أسفه لعدم تطبيق عديد الأحكام القضائية سوى منها المدية أو الجزائية كما عبر قيس سعيد عن تطلعه إلى أن تكون المحاكم التونسية وسيلة لتطبيق القانون وليست لتصفية الحسابات عديد الأحكام التي تصدر من قبل محكمتكم لا تجدوا طريقها إلى التطبيق سواء في المستوى المالي أو في المستوى الجزائي أتوجه من خلالكم بالشكر لكل القضاء في تونس القضاء الذين يطبقون القانون ولا يخافون في تطبيق القانون لو متلا نتطلع إلى أن تكون المحاكم على اختلاف أصنافها محاكم تطبق القانون للأسف هناك حسابات تسللت للمحاكم فصارت قرارات والأحكام تصدر في شكل عمليات قسمة للسلطة وعمليات ضرب في الشارع نحن سنعمل على تطبيق القانون على المحاكم كلها أن تنأى بنفسها عن الحسابات أرجو أن تكون قوة اقتراح لتعديل جملة من القوانين حتى تحقق محكمتكم الموقرة المقاصدة النبيلة التي أنشئت من أجلها ما قمتم به بالنسبة إلى تقرير المحكمة متعلق بالانتخابات كان هاما وتاريخيا ولكن أين الأثر؟ المحاسبات للجميع ولكن لا لتصفية الحسابات عن طريق المحاكم لقسمة السلطة ولقسمة الثروة وهي عمليات مغلوطة وقد شمل تقرير محكمة المحاسبات 19 مهمة رقبية تعلقت بعديد القطاعات وفق ما أفاد به الرئيس الأولى المحكمة نجيب لغتاري تقرير شمل 19 مهمة رقبية تتعلق بحياة المواطن كذلك معناها يتعلق بإدارة شأن العام مهمة تعلقت بعديد القطاعات قطاع الصحة قطاع الضمان اجتماعي قطاع النقل قطاع الأملاك الأملاك العقارية للدولة العقارية الفلاحية وغير الفلاحية كذلك يعني البلديات القطاع البنكي كذلك قدمت سيادة الرئيس تقرير عن غلق ميزانية 2018 التقرير هذا تم نشره منذ جويلة 2020 بالموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات وزد كذلك فعلنا فصل 117 من الدستور المتعلق بحكمة المحاسبات والفصل هذا يقول للمحكمة المحاسبات بإمكانها أن تصدر تقرير خصوصية وفعلا هذا ما تم قدمت له تقرير خصوصي يتعلق بتقييم الإطار المؤسسي لمكافحة فساتي تونس تبحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي مع عددنا من الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسة المالية التونسية الإمكانية المتاحة لدعم ميزانية الدولة بقرض مجمعة تشارك فيها مختلف المؤسسة المالية التونسية وتتطلع الحكومة إلى تعبئة موارد اقتراض داخلي بقيمة 5.580 مليار دينار من جملة 18 مليار دينار كموارد اقتراض مقدرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 ممثلوا القطاع المالي أكدوا خلال اللقاء استعدادهم تقديم عروض ترتقي إلى مستوى حاجية الدولة التونسية وتكريس التضامن بين مختلف مكونات المشهد الاقتصادي مؤكدين التزامهم المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وفق بلاغا صادرا عن وزارة المالية أمس دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيانا له أمس لاستكمال ما سار التحوير الوزرية الذي صادق عليه البرلمان التونسي الأسبوع الماضي وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم وعبر المكتب المجتمع أمس الأول عن دعمه لحكومة هشام المشيشي كما شدد على أهمية احترام مختلف من مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية كشفت رابطة تونسية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان أمس عن جملة من التجاوزات وصفتها بالخطيرة من قبل الأمن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة ومدهمة المنازل دون إذن قضائي رئيس الفرع الجهوي لحقوق الإنسان ببن عروس عزدينة دايخ 33 طفل قاع إيقافهم بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروش فما ستة تليمذة فما تسعة تليمذة يدرسون في المؤسسات المهني وستة تليمذة يدرسون في مؤسسات خاصة والأخير لكل من قطعين عن الدراسة السائلات تضم في وضعية سيئة تعرضوا إلى سوء معامل حاجة اللي نصدناها أن مدة الإيقاف متاحا في مراكز الأمن تراوحت من بين من ثلاثة ساعات إلى سبع ساعات ثم بعد هزوهم من البشوشة وبقاوا نهارين موقفين غادي في ظروف وضعية مزرية واكتذاذي لغير ذلك من من موقعش الإعلام الأولية بيهم تليمذة صغارة يقدرون تليفونيتهم يأما ما رجعونه مش لمهوما أو ما سلوهم مش لأوليائهم برشة الصغيرات لم يقع قراءة المحاضر عليهم ووقع إرغامهم على الإمضاء ثم الحاجة الأخرى الصغيرات تضوما أفدت الخطوط الجوية التونسية أنه يمكن لمسافرها تغيير مواعيد سفرهم دون دفع غرامة مقابل شراء أي تذكرة إلى غاية الـ 31 من مارس القادم وفي أي رحلة مبرمجة مع النقل الوطنية قبل الـ 31 من ديسمبر المقبل ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المرونة المتعلقة بالتعريفة بسبب تواصل الأزمة الصحية نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين في أخبار العالم المرحلة الثانية من الانتخابات انتخابات المجلس الرئاسي الليبي تستأنف اليوم الجمعة في جناف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة بعد فشل كل المرشحين في الحصول على 70% من الأصوات خلال المرحلة الأولى وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري انسحابه من السباق على عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي الليبي خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في مدينة وهانا الصينية بشأن مصدر فيروس كورونا يستبعدون فرضية تسرب الفيروس من مختبر في المدينة الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ نحو عام حتى العاشر من مارس المقبل للتصدي لجائحة كورونا الحكومة المغربية أشارت إلى التقدم في حملة التطعيم الوطنية للوقاية من هذا الفيروس إيران ترحب بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى بدل الضغوط القصوى لحل أزمة برنامجها النووي وتؤكد أنها ستبقى بل ستفي بتعهداتها إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق 2015 بخصوص برنامجها النووي مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن أن ترامب لن يدلي بشهادته في إطار محاكمتها التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ بطلب من فريق الإدعاء الديمقراطي للإدلاء فيها بشهادة تحت القسم نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين تونس تتجاوز سبع ألاف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد حركة النهضة تدعو إلى استكمال ما سار التحوير الوزري وتمكن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف عن تجاوزات لعناصر أمنية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في العالم اليوم انتلاقوا المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الرئاسي الليبي في جونيف هذه أجمل تحية تندبن علي الغريب يعود وألقاكم على رأس الساعة بحول الله اشتركوا في القناة